السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم شباب عاملين ايه? كل سنة والتطيبين. النهاردة هكلمكم عن تقوية ابطالك في الميدان. انا باختار ابطال الشدة. ابطال الشدة باختار تلت ابطال فارس الموت حافظ العهد في فارس للزور. فعن فارس الموت مسلا ضمن اهم مهاراته طبعا لازم نفصل ما بين مهارات البطل ومهارات المعركة. لو عايز تخصص ابطال الميدان لازم تركز على مهارات البطل. لكن لو هتحارب به في المعركة مسلا هاجم به فانت بتركز على مهارات المعركة وبتختار بطل يكون في مهارات المعركة كويسة. فيه عندي برضو فارسة الظهور. بتقدر برضو ان هي تضف لك صحة. وبتمتص برضو الضرر. للحلفة بتوقعك. الابطال التانية بتاعتك. الشادي الاولى برضو مهمة جدا بتضيف لك برضو صحة. دي مهمة جدا باعتمد عليها جدا في المعركة عندي. لحد دلوقتي. آآ دول بالنسبة لابطال الشدة. عندك تلات ابطال شدة فارسة الزهور حافظ العهد. فارس الموت. لحد دلوقتي انا دول هم اللي بستعملون. متشكلتي لحد دلوقتي معتمدة على ابطال الشدة. ببتدي بهم لان هم آآ التحان مباشر مع الخصن. طيب لو انت ما عندكش اي بطل من ابطال الشدة اللي هي فارس الموت او حافظ العهد مسلا فارسة الزهور. فيه كمان ممكن عندك لو انت عندك مشاكل مشاكل الارواح او طفل الدوق. بالنسبة لبطل الزكاء. عندك بطل الزكاء ممكن تستخدم ملكة السلج. او عندك حكيم العواصف او الحارقة او الدمية الساحرة. دمية الساحرة وسيد البحر. آآ يمكن بفضلها برضو مركز التاني على طول بعد فلشيا الشادية الاولى. آآ بعيدا عن الحكيم العواصف. طيب لو عندكش الدمية الساحرة ممكن عندك آآ الحارقة او ملكة السلج. وبفضل ملكة السلج عن الحارقة. كمرتبة تلتة بتيجي مع دي. دي التشكيلة دي بتبقى مسالية جدا في الميدان. وانا لحد دلوقتي مراتب متقدمة جدا في الميدانية. يعني يمكن انا واصل دلوقتي الف ومية. وباخد ستين جوارة كل تلات ساعات. فما تغلبتش غير مرة واحدة بس. فده تقدم كبير جدا. وممكن قدام برضو اعمل تشكيلات تانية مختلفة. بجانب تشكيلة ابطال الشدة لان انا التشكيلة دي تعتبر آآ هي ابطال شدة بس. آآ واتنين زكاء. فانا ممكن اعمل تشكيلة تانية قدام اتنين زكاء مسلا او تلاتة زكاء. واتنين براعة. اجرب تشكيلات تانية مختلفة. حاجة ممكن تختار الابطال اللي عليها نجوم عشان بيبقى لها افضلية في المعركة عن الخصم. اللي قصادك. لكن ما نصحش ان انت تختار بطل ضعيف من ابطالك علي النجمة دي. لازم يكون بطلك ده اللي انت هتختاره يكون مستوى اكبر من خصمك وردبته كمان. ده مهم جدا. طبعا انت آآ في الميدان لازم يكون مستوى ابطالك وردبتها عالية جدا اعلى من الخصم اللي قدامك عشان تقدر آآ توجهه. ومش مجرد بس ان انت تختار التشكيلة وتعتمد عليها. حتى لو كانت ابطال شدة برضو اتنين آآ زكاة زي ما انا مختارها كده. لازم تكون قوية جدا برضو. انت مطالب ان انت آآ ترفع ردبة ابطالك. مش ضروري مرتبة الابطال ان انت توصلها مثلا اسطورية في الميدان. لا. الردبة آآ مهمة جدا. وهي اللي بتبقى معتمر عليها آآ مهارات البطل مش مهارات المعركة. يمكن المرتبة هي بتعتمد اكتر او بتأثر على مهارات المعركة اكتر. فانت مطالب ان انت اكتر ترفع آآ الردبة لو انت عايز آآ تحقق المراتب كويسة جدا في الميدان. فانت هتركز على الردبة. ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا